موسيقى 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 أنت عارف أن فريق النجم الرادي الساحلي فريق كبير ويهتم بكل نجاحات وأريد أن أوجه رسالة لكل الشباب الذين يتعطون الرياضة في كل المجالات بأن كل شاب يتفوق في الرياضة ويرفع الراية الوطنية ويرفع راية فريقه فإنه يجب أن يكرم وأن تخترق كل الحدود واللغات والألوان وبهذه المناسبة اللفتة الكريمة نجم الرادي الساحلي فريق مدرسة عريقة مدرسة تكون الشباب وتعرف مدى نجاح الرياضيين فأردنا أن نكرم وليس هذا بالغريب على فريقنا اللاعب رمضان صبحي وفريق النادي الأهلي وفريق النجم الرادي الساحلي علاقة طيبة وجد ممتازة والدليل وجودكم كإعلاميين وأنتم تغطون كل ما يدور حولكم في تونس وترون الوقفة التي نقفها لا لشيء إلا لأن نترككم على راحتكم ونعرف أنه بالمثل فريق النادي الأهلي سوف يعملنا في المباراة في العودة وإن شاء الله هذه تتكرر مع كل فرق حبينا نغيره ليش كل ما يجي فريق يروح منكسر بتصير له حاجات غير معقولة غير رياضية يا سيدي هذه رسالة خلينا نبدأها من فريق النجم الرادي الساحلي أنه فريق النجم الرادي الساحلي يكرم حتى لاعبين منافسه والرياضة أخلاق أو لا تكون وشكرا نقطة هامة جدا وهي للأخير أننا نحن 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 نوجه كل الشكر لرئاسة نادي النجم الساحلي لأن الحقيقة بجانب التكريم فيه اهتمام كبير جدا تنسي على أعلى مستوى مع الكابتن سيد والساس جمال جابري كابتن سيد عبد الحفيز مش سيبين حاجة بصراحة وأكيد هتلاقوا كل المعاملة بالمثل وأكثر من كده كمان في مصر إن شاء الله أنا عاوز أقول لك حاجة مصري دي عايز أقول لك حاجة دي كده مصري آه وعاوز أقولها بالمصري إن كل الفرق لما بتيجي العربية والإفريقية نعاملها بنفس المعاملة التي رأيتموها نعم وده من اختصاصنا يعني أصبحت فيه احتراف في التعامل مع الفرق المنفسة نعم أنا بحب النجم طبعا مترية كبيرة جدا طبعا ولكن كل ما أتولى مسؤوليتي في مهام في الفرق المنفسة فأنزع تلك المحبة الغالية وأخدم عملي كي أرضي الضيف شكرا جدا شكرا جزيلا وموافق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا بنشكر أكيد السيد سفيان طبعا مشاعر طيبة جدا تجاه الشعب المصري ونادي القالي بالتحديد من النجم السحلي النادي الكبير الأكيد طبعا بنوجه له كل الشكر والتقدير لفتة رائعة وطيبة جدا رمضان صبحي كابتن منتخبنا الوطني أن يكون في درع موجه لي وموجه أيضا لنادي القالي ده أمر مهم جدا ورسالة بيعكسها الشعب التونسي عن طريق نادي النجم السحلي أن المنفسة داخل المستطيل الأخدر فقط لخير لكن خارج المستطيل الأخدر الكل أشقاء الكل أحباب موافق نادي للنجم السحلي وموافق أيضا إن شاء الله النادي القالي شكرا جدا لك يا كريم زميل العزيز يعني بيغطي على أحسن ما يكون عايز بس أتكلم على الأستاذ سفيان الوردي سفيان الوردي نموذج للإخلاص لنادي نموذج للإنسان المحترف في شغل يعني هو دموعه نزلت منه لما تكلم عن ندي وقال إن هو بيحب يعني أكتر حاجة في الكون وزي ما حضرتكو شفته كده قال إن هو بينسى كل الكلام ده لما بيشوف فرقة تانية بيحاول يخدمها على أحسن ما يكون ده بصراحة حاجة جميلة جدا نموذج في الإخلاص ونموذج في العمل الاحترافي كل الشكر لحضرتك وأكيد أنتو بتيجوا هنا في بلدكو نديكو أساسا أنتو إحنا الأهلي عطول عمره مضيوف مضيوف جدا وفيش أي فرقة جاتش تاكت قبل كده من أي حاجة لما تكون جاية لعب النادي الأهلي والنادي الأهلي بيكون كمان نموذج مشرف لمصر هقول له كمان سيد السفير اتكلم إزاي عن ندي الأهلي وأشاد بيه وأشاد على دوره بره وجوه مصر بصراحة لكن شكرا جدا لأستاذ سفيان شكرا جدا لنادي النجم على هذا التكريم للنجم الكبير رمضان صبحي وإن شاء الله طبعا دايما إحنا أخوة قبل أي حاجة منافسات في الكرة لكن تبقى الأخوة فوق أي حاجة تعالوا أقول لكم سيد السفير سفير مصر في تونس السيد نبيل الحبشي السفير مصر في تونس أكد على ساعته بتواجد بعثة النادي الأهلي في تونس وقال الأهلي نموذج مشرف للكرة العربية والأفريقية كنا دايما بنقول كده لكن احنا ما بنقولش وخلاص احنا بنقول لأن النادي الأهلي فعلا صورة مشرفة بالفعل مش بالكلام السيد نبيل الحبشي قال أنه سعيد جدا بتواجد بعثة النادي الأهلي في تونس لخوضه مباراة مهمة أمام النجم الساحلي إن شاء الله بعد غد الجمع على السيد رادس في الجولة الأولى من نفسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قال كمان الأهلي بيبقى نموذجا مشرفا للكرة العربية والأفريقية أنا بقول لكم الكلام اللي قاله بالضبط هو خير سفير لهما مؤكدا أنه يتوقع فوز الأهلي عن النجم الساحلي إن شاء الله بإذن الله في مواجهة الفريقين المقبلة نظر المستوى المتميز الذي يقدمه الأهلي مع رينيف فيلر مدير الفني السويس نادل أهلي وما رأاه من مباراة أو في مباراة الجونة ده كلام سيادة السفير نبير الحبشي سفير مصر في تونس اللي كان حاضر التمرين واللي قدام حضراتكو صور من التمرين الكمان الأهلي يبقى بمثابة نموذج يحتزى به في ظل الصورة المشرفة التي تظهر بها جميع بعثاته الراضية في الخارج كلام مهم جدا والتي تحكي سمتلا الاحترافية التي تدار بها منظومة العمل داخل نادي الكرن وتنال إشادة واحترام وتقدير الجميع شكرا جدا سيادة السفير وده الأهلي والأهلي مش غريبة على أي حد والأهلي عارف يعني أي تمثيل نادي بحجم نادي الأهلي برى مصر وتمثيل المصر في أي مكان بيكون فيه النادي الأهلي خير ومثل ده كلام السفير وكل السفر بصراحة اللي شافوا نادي الأهلي في أي بلد بيكون فيه نادي الأهلي بيكون متواجد فيه للعب أي مبارا بيقوله نفس الكلام ونفس سياق الكلام عشان كده احنا بنفتخر كلنا نحنا بننتمي للنادي الأهلي حتى لو يوم واحد بس عشنا داخل جدران القلعة الحمراء دي صور قدام حضراتكم من ميران النادي الأهلي نحن عندنا حاجة رمضان صبحي تمام تمام لو عندنا طيب مش طيب مش زي ما قلت لحضراتكم إن رمضان كرم وكان فيه صور آآ وده طبعا سيادة السفير نبيل حبش سفير مصر في تونس واللي كان متواجد فيه التمرين وبساعد آآ كل أفراد البعثة على يعني أحسن إقامة ممكن يقدمها لهم وبيزلل كل العقبات وده طبيعي جدا من رجالتنا يعني در مصر كمان الأهلي بيهدي درع النادي لسفير مصر في تونس نبيل حبش السفير مصر في تونس حرص على نقل تحياته للكابت المحمود الخطيب رئيس النادي وذلك خلال الجلسة التي جامعته مع الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة قام بإهداء درع النادي الأهلي إلى نبيل حبش السفير المصري في تونس ودرع آخر إلى حازم غيس القنصل المصري في تونس وذلك خلال الزرارة الرسمية التي قام بها لتلبية دعوة العشاء التي اتلقاها النادي الأهلي من السفير المصري الأهلي يخوض مرانو الثاني في تونس اللقاطات اللي قدام حضراتكم وإن شاء الله هيكون فيه 500 مشجع للنادي الأهلي أمام النجم السحلي ويتم المعاملة بالمثل طبعا هيكون فيه هنا 500 مشجع للنادي السحلي للنجم السحلي لما المباراة تلعب في القاهرة دي كانت أخبارنا استعرضناها مع حضراتكم شفنا صور يعني من التمرين أرشفية وكمان شفنا تكريم النجم الكبير رمضان صبحي من قبل إدارة نادي النجم السحلي كان قدامكم صور حصرية للتمرين آسف مش أرشفية إن شاء الله كل التوفيق لنادي الأهلي في الجرام براهمة جدا عايزين نشوف شكل الأهلي إن شاء الله اللي تعودنا عليه مع ريني فيرا شكل أوروبي فعلا لما فيه يتفرج على أي مطش في الدورة بعد كده نحس فرق كبير قوي في كل حاجة بصراحة في الصرعة في المجموعات الدفاعية المجموعات الهجومية التحركات من غير كورة بصراحة صورة عصرية جدا واحترافية جدا في عاشها نادي الأهلي مع فيلر إن شاء الله يكون فيه استمرارية إن شاء الله يكون فيه استمرارية ويكون فيه تطور أكتر كمان في المستوى إن شاء الله نشوف النادي الأهلي في أحسن حالاته يوم الجمعة اللي جاية يلا نطلع فاصل نستقبل النجمة الكبير نجمة مصر ونجمة نادل أهلي كابتن تامر بجات ونتكلم معاه في كل حاجة بتخص اللقاء وأتكلم معاه كمان في اللقاءات التي أقيمت في الدول العام فاصل ونرجع لحضراتكم حولكم